السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحييكم في فيديو جديد لقناة إيمان عبد الحميد النهاردة بمناسبة العيد القومي لمحافظة مطروح يسعدني أن أقدم أجمل صور بلاج وشواطئ مطروح العيد القومي ده كان بسبب يعني يعملو في ذكرى انتصار أهالي مطروح على الإنجليز في موقع اسمها وادي ماجد غرب محافظة مطروح إحنا النهاردة حنستعرض بعض الشواطئ مطروح المشهورة عندنا يمكن من أشهر الشواطئ رأس الحكمة ده في شرق مطروح حوالي 70 كيلو الشاطئ ده هادي ودايما كان فيه رؤساء مصريين كتير بيعملوا استراحة في رأس الحكمة لأن المياه كانت نقية جدا ونظيفة ووليها لون غريب جدا على فكرة طبعا الألوان هنا مش فوتوشوب ولا حاجة كلها ألوان طبيعية وكلها صور ملتقطة من الواقع غير بلاج رأس الحكمة بعد رأس الحكمة يبعد عن مطروح حوالي كمان فيه شاطئ تاني اسمه شاطئ سيدي حنيش وشاطئ بجوش يبعد عن مطروح حوالي 35-40 كيلو من الشواطئ الرائعة اللي ميتها هادية جدا ومناظرها مفيش أروع من كده فيه كمان شاطئ مينية حشيش ده بيبعد عن مطروح حوالي ده اللي احنا شايفينه قبري رامل قبري رامل في منطقة الفيروز وده طبعا منظر غروب شاطئ مينية الحشيش ده بيبعد عن مطروح حوالي 5 كيلو مسافة قصيرة وفيه ناس كتير سكنين في المنطقة هناك ويعني شاطئ برضو هادي من ضمن الشواطئ شواطئ مدينة مارسة مطروح الحقيقية بقى اللي ده شاطئ الهانا شاطئ البوسيت شاطئ العوام شاطئ الفيروز كل دي شواطئ منتشرة في محافظة مارسة مطروح وكلها بتتميز بالهدوء لكن بتبقى زحمة شوية في فترة الصيف لان كتير من المصيفين بيبقى يشايفين المسافة قريبة فبيروحوا لشواطئ القريبة دي فيه بعد كده شاطئ رائع ولا أروعة الأبيض وشاطئ المروة الأبيض وشاطئ المروة دول رائعين جدا بس فيهم يعني يعيب بسيط ان المية عالية جدا واللي ما بيعرفش يعوم يستحسن ما ينزلش لان ميتهم عالية قوي وبتبقى خطر شوية على الأطفال فيستحسن دايما ان انت تكون تجيد السباحة عشان تقدر تنزل في شاطئ الأبيض المفتوح شاطئ العام او شاطئ المروة الجديد هنا صورة لشاطئ الكلبترة اللي ايام سوريا عجيبة دي صورة لعجيبة ده طبعا جامع العوام اشهر واكبر مساجد مرسى مطروح تشعر براحة نفسية رائعة وانت في مسجد العوام ده ولا أروع على الكورنيش مباشرة بالنسبة بقى اللي انا كنت بتكلم عليه هنا استعراض لشاطئ الكورنيش شارع الكورنيش بس في ايام المطر فبيبقى الجو صعب شوية دي براجولة على الكورنيش كله بيقعدوا عليها الناس في الصيف طبعا دي فاكهة مطروح المعتادة عنب كتير وهنا التين الشوكي كتير من الناس بيحبوه وانا لست منهم وعندنا التين التين الأحمر اللي هو بيبقى يعني ناضج تماما وطعمه رائع جدا وطبعا البطيخ الصحراوي المروي بمية المطر ما بيبقاش فيه أفضل ولا أحسن منه بيبقى بطيخ مرمل ورائع جدا كل فواكه مطروح الحقيقة بتبقى جميلة ده التين بيكون طعمه مسكر جدا زي ما قلت لحضراتك ده شاطئ كيلبترة شاطئ كيلبترة قبل التعديل طبعا زي ما قلت لحضراتك الشاطئ عجيب بيبقى عن مطروح حوالي 28 أو 30 كيلومتر هو على هضبة كده عالية شوية وما بيصلحش للعوم كتير لكن بيصلح أكتر لمشاهدة المناظر أو أنك أنت تتصور أو ما إلى ذلك فيه كمان شاطئ ملادي في مصر أم الرخم شاطئ رائع جدا ومش مطروح كتير ومش سحمة بس شاطئ ما فيش أروع من كده طبعا ما ننساش شاطئ أبو لهو البحري قرية بعد مطروح بحوالي يمكن 40 كيلو غرب مطروح من الأماكن الرائعة اللي يمكن أنا أجمل شاطئ شفت في حياتي شاطئ أبو لهو وشاطئ أم الرخم من الشواطئ الجميلة جدا لدرجة أنك أنت لو لا أقع في قاع البحر تقدر تقف تقراها بكل سهولة لأن المية نقية جدا كأنه قدامك لوح إزاز وإنت بتقرأ من خلفه ده البدال المنتشر في الصيف كتير من الأطفال بيحبوا ويركبوا ويتزحلق وينزلوا على المية على طول أنا سعيدة جدا جدا أن أنا قابلتكم في الفيديو القصير ده عن محافظة الحبيبة مطروح واستعرضت جزء من الشواطئ فيها يمكن ميتها معتقدش متواجدة في أي مكان في العالم بالألوان الرائعة والأشياء الجميلة دي هقول بس حاجة صغيرة إحنا في أماكن ما يصلحش اللعوم زي ما قلت زي شاطئ عجيبة أو الأبيض أو شاطئ المروة الجديد ده هنا هضبة عجيبة بيعملوا طبعا كافيهات وكافتريات وما إلى ذلك فيه نازل أنا قلت لكم عجيبة على هضبة أو على تل نازلة عجيبة اللي هي دي يعني وإنت نازل من التل اللي عليها عجيبة هتلاقي هذا المشهد أمامك ده مدخل مطروح مستشفى مطروح العام هي على اليسار مدخل محافظة مطروح دي الكارتة وسيلة الانتقال الوحيدة منذ عشرين عام إنما دلوقتي طبعا فيه تاكسيات وفيه عربيات كتير سعيدة جدا أنا قابلتكم في هذا الفيديو يارب إن شاء الله نتقابل على خير لو عجبك الفيديو ريت تعمل لايك لو هتعمل اشتراكت هتنورنا باشتراكك في القناة إن شاء الله نتقابل على خير غدا فيه تمام الساعة الثامنة دمتم في العيد اللي هو أمنه